وفي الفترة المقبلة كما كنا سابقا سنجعل من هؤلاء الذين يقومون بمساعي لوضع تركيا في معمنا وإحاكة المؤامرات درسا لن ينسوا وستكون الهزيمة لهم في مكافحتنا لهذا الوباء لم ننسى أبدا هذه المؤامرات التي تحاكو ضد دولتنا ونقوم بإعطاء الجواب لكل التنظيمات الإرهابية والقوى التي تحاول إدخال تركيا في معمع ونستخدم جميع إمكانياتنا وطاقاتنا ضد جميع هذه التنظيمات وإن سياستنا واضحة سواء داخل البلاد وخارجها في سوريا وفي ليبيا أيضا سياستنا واضحة ولا يمكن لأي أحد أن ينتقد هذه السياسة الواضحة إننا نقوم بتقديم الدعم لجميع الشعوب المظلومة ضد الدكتاتوريين والقيادات التي تحاول مصادماء هؤلاء الشعوب المظلومة ولن تجد هذه القوى فرصة من أجل إنجاح مساعيهم وإدخال تركيا في معمع وبعون الله في الفترة المقبلة أيضا سنقوم بدحر كل هذه القوى وسيكون الانتصار والفوز لنا والهزيمة لكل من يقوم بإحاكة مؤامرات ضد تركيا أدعو كل من ينهج سياسة دعم معارضي تركيا من سوريا إلى ليبيا إلى مراجعة سياستهم في أقرب وقت فتركيا دولة قوية ولها جذور تاريخية وتأثير سياسي وإنساني يمكن رؤية هذه الحقيقة من البلقان إلى البحر المتوسط ومن شمال إفريقيا إلى جنوبها وفيما يظهر بشكل واضح توجه العالم نحو تغير جديد ندعو من يقف بجانب الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء ضد تركيا والمستبدين الذين يقتلون شعوبهم واللوبيات الانتهازية إلى رؤية الحقيقة